في الشهر السادس بقى من الحمل إيه اللي بيحصل؟ خلال الشهر السادس من الحمل هتقدر يتميزي حركات وضحة للجنين في أوقات محددة يعقبها فترات من الهدوء والفترات دي سواء اللي فيها الحركة أو اللي بيميزها الهدوء هتكون بتعبر عن شكل محدد من أشكال النشاط عند الجنين في المرحلة دي من عمره طيب إيه أهمية المعلومة دي؟ يعني هتلاقي الأم بنسألها السؤال ده فتقول إيه؟ آه أنا بلاحظ مثلا أنه الصبح ما بين الساعة تسعة وعشرة ألا إيه زي ما يكون بيتحرك؟ وبعدين بيفضل هادي ويرجع تاني يعمل حركة كده الساعة تلاتة أو الساعة واحدة وبعد كده بيمكن يتحرك تاني بس بالليل بقى مثلا ساعة عشرة وما بينهم هادي طب إيه فايدة المعلومة دي؟ فايدة المعلومة دي إنها بيكون بتديكي فرصة لدراسة يعني تركزي بقى أكتر في شكل الظاهرة دي هي الحاجات دي سابتة هي الحركات دي سابتة والهدوء ده سابت طيب لما بتركزي زي ما قلنا في الحاجات دي إيه اللي بيحصل؟ في الشهر السادس من الحاملة ممكن لما تركزي في الحاجات دي هتستفيدي منها بعد كده يعني هتستفيدي منها بعد الولادة هقولك ليه؟ لأن ده هيكون نمط النشاط والهدوء اللي هيكون عليه الجنين في الوقت ده يعني غالبا هو اللي هيكون متكرر بعد كده في مرحلة ما بعد الولادة وبالتالي بيكون عندك القدرة إلى حد كبير قوي إنك تعرفي أوقات استيقاظ ونشاط طفلك وكمان أوقات هدوءه أو نومه يعني ببساطة ممكن تخذي الباترن ده أو الباترون ده أو يعني الشكل ده من الهدوء والحركة وتتوقعين ده وده اللي هيحصل بعد كده إنه في الوقت ده بقى لما يتولد بالسلامة إن شاء الله أو لما تتولد بالسلامة إن شاء الله هتبقى هادية في الوقت ده أو هيبقى هادي أو هتبقى نايم وهكذا طبعا المعلومات دي هتساعدك جدا في ترتيب أمور في غاية الأهمية على رأسها طبعا أوقات الرضاعة واللعب والنوم والغيار وهكذا برضو في خلال الشهر السادس من الحمل بيستمر إقاع نمو خلايا المخ بنفس المعدل السريع وبيكتمل نمو الأعضاء التناسولية وبتكون مراكز العظام في جسم الجنين أكثر صلابة وبتستمر هي كمان في النمو والتخزين يعني في النمو العظام كمان بتستمر في تخزين الكالسيوم أنا كنت عايز يقول تخزين الكالسيوم افتكرت أن أنا قلته تمام؟ يعني الخلايا العظام مستمرة العظام بتنمو والتخزين عملية تخزين الكالسيوم شغالة ده لغاية معادة الولادة بالمناسبة الجنين في الشهر ده هيبدأ كمان في تخزين بعض الدهون تحت الجلد فاكرين وده اللي هيخلي بقى جلده أكثر مرونة مش هيبقى مجعد بخلاف أن الجنين دلوقتي بقى قادر على التنفس خلال السائل الأميوني وبسبب كده ممكن في بعض الأوقات تحصل له زغطة أيوة الزغطة اللي بتحصل لنا وإحنا بناكل أو بتاع دي هتظهر ليه كنتي بقى بس في شكل غريب جدا وغير متوقع عشان كده لازم تكوني عرفان زغطة الجنين واللي بتحصل أحيانا نتيجة ابتلاع كمية من السائل الأميوني بكمية يعني غير اللي الجنين متعود عليها كتدريب مستمر على عملية التنفس ما يزغطة هنا بتحصل بقى أنه بلع جزء من السائل الأميوني أكتر من اللي هو متعود عليه هتظهر لك أنتي بقى في شكل مش زغطة بقى زي اللي بتاعتنا احنا ككبار لا هتظهر في صورة حركات منتظمة لفترات قصيارة وتختفي بعد كده يعني تبص ليه مثلا لو تخيلنا مع بعض يعني هتبص ليه مثلا زي ما يكون حاجة جواكي بتعمل كده شويفين يا بعمل إداية إزاي إزاي ما يكون أربع خبطات ولا ثلاث خبطات ولا خمس خبطات وبعدين تختفي فاهمين قصدي الحقيقة أن الحركات دي بتكون محيرة عند كتير من الأمهات لما تحصل لهم وبيبقوا مش عارفين يقولوا إيه هي دي مش انقباضات وده مش الحركة اللي احنا متعودين عليها من الجنين اللي احنا خلاص بقينا مركزين فيها وامتابعينها من الشهر الرابع دي حاجة جديدة دي الزغط فاهمتوا قصدي لما الأمهات يحسوا بيها أحنا ما يقلقوش وطبعا بعد ما شرحناها الكوهو المفروض بقى أن انت تتطميني وتعرفي أن دي حاجة عارضة بتحصل لكل الأمهات خلال الفترة دي من الحمل وليها علاقة بتدريبات التنفس اللي بيمارسها الجنين وزن الجنين عند نهاية الشهر السادس من الحمل ممكن يوصل لسبعمائة جرام ما شاء الله وطوله ممكن يقارب خمسة وثلاثين سنتي ده في الشارسة وطبعا أنت كمان في الوقت ده زيادة وزنك بقى هتكون ملحوظة لأنها بتكون في حدود خمسة ونص كيلو إلى ستة وتمانية من عشر كيلو جرام زيادة عن وزنك قبل الحمل خلاص كده يبقى عرفنا دلوقتي إيه اللي بيحصل خلال أول ثلاث شهور من الحمل عرفنا إيه اللي بيحصل خلال تاني ثلاث شهور من الحمل يعني خلصنا الشهر السادس فاضلنا إيه فاضلنا الشهر السابع والتامن والتاسع وما دول فيهم جديد هدول فيهم معلومات بقى جديدة جدا حاجات بقى ما كناش نتوقع هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل الحلقة مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معادي